لمناقشة هذا الملف تنضم إلينا من بغداد الناشطة النسوية إسراء سليمان ست إسراء ألهم بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة بداية برأيك ما هي أبرز أسباب انتشار ظاهرة الطلاق والانفصال في العراق التي تؤدي إلى خراب هذه الشراكة الزوجية أو هذه الشراكة الأسرية بهذا الشكل مساء الخير مساء النور طبعا أستاذ الموضوع إلى عدة عوامل منها عامل الذي هو زواج القاصرات الزواج الذي يتم خارج المحكمة الذي دائما يستهدف به بنات القاصرات نعرف أن القانون العراقي يسمح بزواج البنية أو الولد الذي عمره 15 سنة داخل المحكمة بموافقة الولي الذي هو الأب أو الجد الصحيح لكن اليوم نتكلم عن زواجات لأطفال تحت عمره 15 سنة تم عند رجال الدين في مكاتب ما يسمى بمكاتب الشرعية هذه الزواجات جدا خطيرة لأننا اليوم نتكلم عن أطفال من المقرر أن يبنون أسرة بالإضافة إلى موضوع الوضع الاقتصادي السيء اليوم لا يوجد عمل الشباب خريجين يمتلكون شهادات لكن بدون فرص عمل لا في القطاع الحكومي والقطاع الخاص هو قطاع جدا صعب هناك موضوع الثالث وهو أعتقد جدا جدا مهم وهو نسب العنف نعرف أن العراق عند نسب عنف جدا مرتفعة بالضد من النساء والأطفال وإلى هذه اللحظة ترفض الأحزاب الإسلامية الموجودة داخل قبة البرلمان أن تقر أي قانون عنف أسري بحجة أن هذا القانون يساهم بتفكيك المجتمع ومخالف للشرع رغم أنه هي نسب الطلاق مرتفعة يرون أن نسب الطلاق المرتفعة لا تفكك المجتمع العنف لا يفكك المجتمع ولكن إقرار قانون لحماية الأسرة وليس لحماية المرأة لحماية الأسرة كاملة من العنف هو قانون من الممكن أن يدمر المجتمع هذه العوامل كلها ساهمت في ارتفاع نسب الطلاق بالإضافة إلى موضوع الطلاق الخارجي واللي لازم يكون واضح بالصورة أن الطلاق الخارجي بصورة عامة عندنا الطلاق في القانون العراقي هو حصرا بيد الرجل وليس للمرأة حق التطليق ما عدا التفريق القضائي وهو من سابع المستحيلات لأن التفريق القضائي يحتاج أدلة وإثبات أن الرجل مثلا يكون مدمن على المخدرات أو هو يكون محكوم بإعدام أو أن يكون عند مشاكل صحية تمنع قيام الحياة الزوجية وبالتالي هذه بها إجراءات وإثباتات وقليل ما تنتهي حتى بوجود هذه الأدلة قليل ما تنتهي أن القاضي يحكم باتجاه البرأة إذن الطلاق بيد الرجل هو حصرا وليس للمرأة حق تطليق نفسها بالإضافة إلى هذا الموضوع كيف يمكن حل هذه المشكلة برأيك حل هذه المشكلة أولا بإيجاد قوانين صحيحة أولا معالجة موضوع الزواج الخارجي بفرض قيود على رجال الدين اللي يعقدون للقاصرات زواجات مصحيحة وهذه الزواجات هي جريمة بحق الطفولة هذا اختصاب وليس الزواج ثانيا وضع قانون عنف أسري يحمي الأسرة من العنف ويعالج موضوع العنف عبر قنواتكم الفضائية من المستحيل أن يمر يوم ما نسمع عن امرأة قتلت أو طفل قتل أو عنف كيف تقوم حياة زوجية بعد هذا العنف يعني إذا ما وصلت للطلاق ستوصل إلى الموت هذا الانشباك سيبقى مستمرا بين الشرعي والتشريعي وما إلى ذلك من بغداد الناشطة النسوية إسراء سليمان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة